نشرت مؤسسة واضحة للعلوم المحيطات تسجيلاً مصوراً نادراً لم يعرض من قبل أو من قبل لحطام السفينة تايتانيك يؤرخ التسجيل المصور لأكثر من 80 دقيقة بعد الإنجازات لفريق الغوصة وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها عين بشرية سفينة العملاقة منذ استضامها بجبل جليدية وغرقها في شمال المحيط الأطلسي المتجمد وهو ما أصفري عن مصرع نحو 1500 شخص خلال رحلة السفينة الأولى من ساوس هانتون بإنجلترا إلى مدينة نيويورك في إبريل من عام 1912 وكان موقع السفينة قد تم اكتشافه على عمق 3780 متراً في سبتمبر عام 1985 باستخدام كاميرا يتم قطرها تحت الماء ويتزامن إصدار التسجيل مع حلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإصدار فيلم تايتانيك الحائزي على جائزة أسكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة